تتفاقم يوما بعد يوم الأزمة الإنسانية في العراق ولا سيما بعدنية الأمم المتحدة تبديل دورها من إنسانيا إلى تنموية وإهمال السلطات الحكومية لملفات إنسانية حاضرة وبشكل يومية بعد الاحتلال الأمريكي وحتى الآن أبرزها ملف النازحين الذي لا ينطوي رغم تقادم السنوات عليه وما الأزمة اليومية للنازحين في مخيم كيلو 18 في محافظة الأنبار إلا دليل على ذلك نحن نازحين من 2014 نازحين من المخيمات من مخيم ومن مخيم وآخر مخيم هنا كيلو 18 ونحن صادثة ثمان سنوات من هجهج يعني بها لا يصير والله إحنا نازحين من إحصائب وهنا عمرنا هنا عمرنا سعناك بالساكنين بالكرفانات هنا ما نكمل تنطل علي بيتنا وضعنا موزين وضعنا موزين والله شغلتي حنده ولا لا مواد لا شيء كل شيء ما عده على الطالة بطالة لا شغل ولا عمل حال النازحين في مخيم كيلو 18 يعكس حجم المأساة الإنسانية للنازحين والأسيمة بعد أزمة الأسعار وغلاء المواد الغذائية بفعل خفض الحكومة قيمة الدينار وارتفاع صرف الدولار من عكس بشكل كبير على الحياة المعيشية للنازحين أنا أقبض راتبه كل أسبوع تأجيب دجاجة صدقه كل أسبوع من الضمان كل أسبوع تأجيب دجاجة ويقسمونها بالمص الجمعة تأجي على الجمعة تجلق يعني بس مجرد زيني أكو ناسي مع الدروات أنا عندي راتب أخذ راتب بس اللي عندما ما عنده راتب شنو هي إذن معاناة إنسانية مستمرة لنازحنا في مخيم كيلو 18 في محافظة الأنبار تدل بوضوح على عمق الأزمة الإنسانية منذ عام 2003 وحتى الآن وسط إهمال حكومي بعدم إنهاء هذا الملف الذي أصبح مزمنا رغم تعاقب الحكومات وفشلها سياسيا وأمنيا واقتصاديا الأمر الذي فاقم من أزمة النازحين الإنسانية في هذا المخيم وغيره من المخيمات المنتشرة في أنحاء البلاد